وخلال الساعات الأولى من انطلاق حملة مع النطمئن سجل الآن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1125 مواطنا على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح تهدف هذه الحملة لتشجيع المواطنين على التسجيل والسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا وقد أوضحت الوزيرة أن الحملة تجوب مختلفة الأماكن العامة والميدين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات المترو والقطارات فضلا عن تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح